موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج حصول آمنة لا شك أن أي مجتمع يريد أن يقوم لابد أن يهتم بثلاثة أمور الأول الأسرة والأم الثاني التعليم والمعلم والثالث إنما هو القدوات وصناعة القدوات المضرب الذي تضرب به الأمة والمقتل الذي يصاب فيها عندما يضرب التعليم وتضرب المناهج ويضرب مكانة المعلم لذلك رأينا هذه الهجمة على أسرنا لتدميرها من خلال تدمير التعليم وتدمير المناهج واستغلال المناهج ورأينا استخدام المال السياسي من أجل تعديل هذه المناهج هنا كان لابد لنا من الحديث عن التعليم والمناهج والخطط والمؤامر إنجاز التعبير لتغيير هذه المناهج بما يتساوق مع الغرب والأفكار الهدامة ويضرب المنظومة القيمية عندنا في أسرنا يسرنا وإياكم أن نستقبل وأن نستضيف معنا في هذه الحلقة رضيلة الدكتور ناصر الشاعر وزير التربية والتعليم العالي السابق وهو المحاضر في جامعة النجاح الوطنية في كلية الشريعة من محافظة نابس أهلا وسلم بكتور دكتور حقيقة وأنت لك صلة قريبة جدا لموضوع المناهج والتعليم وأنت أكدت وزيرا للتربية والتعليم مدة من الزمن الخطر الذي يحيق بالمنظومة التعليمية والمناهج وعناصر التعليم كيف يمكن لنا أن ننظر له من خلال أهمية هذه العناصر في صناعة المجتمعات اسمحوا لي ابتداء أن أشير إلى أهمية وخطورة التعليم نحن عندما نتكلم عن التعليم على مستوى المدارس الآن دعنا من الجامعات ولها برامجها وطرق تدريسها دعنا نتكلم عن التعليم في المدارس نحن عندما نتكلم عن التعليم في المدارس خذ على سبيل المثال المجتمع الفلسطيني على أرض الواقع واحد من كل أربعة هو تلميذ في المدارس نسبة الطلبة إلى نسبة عموم المواطنين بفلسطين واحد لأربعة يعني إحنا عندنا واحد واربعة في العشرة مليون طالب في المدارس بينما عدد السكان حوالي خمسة ونصف مليون تتكلم واحد إلى من كل أربعة يوجد واحد إذن نحن نتكلم عن شيء في غاية الأهمية في غاية الخطر هذا واحد أنت تتكلم عن آلاف المعلمين والمسؤولين والموظفين في الكادر التعليمي مع الواحد وأربعة في العشرة مليون يوميا الساعة السابعة ينطلقون إلى عملهم ومدارسهم لا يعودوا بعد الظهور إلى منازلهم إذن أنت تتكلم عن ربع سكانك ربع المواطنين يوميا يوميا رحلة الصباح والظهير الثروة الاقتصادية النفقات الهائلة التي تنفق من دخلك القومي أو من تحصيلاتك التي تأتيك من ميزانيتك تدفع رقم فلكي وهائل طب إذا هذا كله لم يؤتي ثمار ما الذي سيؤتي الثمار إذن أنت تدفع ملايين إن لم يكن أرقام فلكية وتدفع ساعات بالملايين وتتكلم واحد من كل أربعة طب لأجل هذا العالم كله يهتم بالتعليم لأنه لسنا وحيدين بهذه النسب العالم كله عنده مثل هذه النسب ولكن نحن نزيد أكثر لأنه مجتمعاتنا نحن العرب مجتمعات شابة بمعنى أنه نسبة الخصوبة عالية وبالتالي نسبة الشباب أعلى وبالتالي نسبة الطلبة في المدارس أعلى من أي دولة أخرى في العالم أضف إلى ذلك أن الهجم الشرسة على التعليم في العالم كله تحظى بخطورة وهناك في كل مجتمعات الدنيا حتى المتحررة دائما هناك ناقص خطر ما الذي سيتم بالمدارس مع أولادنا؟ أنا يوميا آتي بأولادي وأضعهم بين يديك أمانة أنت ما الذي تفعل بأولادي؟ هل تعلم أولادي أم تغسل أدمغة أولادي؟ هل تعطيهم المعلومات الثرية أم تزوير حقائق؟ هل تعطيهم القيم أم تعمل لهم حرف بالقيم؟ ولذلك ظهر ما يسمى بأولياء الأمور أولياء الأمور في المدارس في العالم كله أن أهل الحي يريد أن يطلعوا على ما الذي يحصل مع أولادهم في المدارس أولياء الأمور ليست ملف حزبي ولا ملف سياسي ولا مجرد دعم للمدرسة وتوفير المال لا 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 هو يريد أن يطمئن على مصير أولادي هؤلاء يمثلون الأهالي في المدرسة نعم من الرقابة المجتمعية نعم أنا أريد أن أعرف ما الذي يجري وصل الأمر في بعض الدول خذ على سبيل المثال الأمريكي ربما المتحدة الأمريكية هناك نسبة من الأهالي يصرون أنهم يريدون أن يعلموا أبنائهم في البيت وهم يبعثون أولادهم فقط للامتحانات من أجل الشهادة وإلا هو يدرس في البيت ويذهب للمدرسة ويقوله تعالى أعطيني ما الذي تدرسه أنت للأولاد دكتور إذن هي وسيلة عند الأعداء دائما أو عند الغرب إلى ضرب مثل هذه القضية والاستفراد في موضوع المناهج والتأثير على مستقبل الأمة من خلال هذه الأجال الناشئة هل هذا خاص فينا إحنا مثلا الشعب الفلسطيني إحنا مستهدفين أم هي سياسة عامة في البشرية موضوع الاستعمار وموضوع كذا شوف الاستهداف متعاكس كيف؟ الدول الحرة والدول التي تريد أن تبني مستقبلها تشرك الأهل معها لماذا؟ لأنها تريد أن تبني مستقبل أمتها وقرارها بيدها وهي حرة فيما تصنع ولذلك هي تراجع مناهجها تراجع برامجها وكل ما حصل عجز أو مشكلة في المجتمع يعيدوها إلى المدارس والتنشئة والقيم نحن نريد إلى هذه القيمة نزرعها في نفوس أطفالنا فيعدلون بالمناهج من أجل معالجة هذه القيمة صارت جرائم قتل على خلفية العنصرية اللون الأسود مواطن غير مواطن فيضخون بقيم جديدة في التربية والتعليم لمعالجة هذا الأمر فإذن هي العملية المناهج عملية مهمة جدا الهدف منها هي الترقية بالمجتمع أنهض بالمجتمع بناء جيل بناء المستقبل أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض هؤلاء هم جيلنا القريب القريب ليس جيلنا البعيد هؤلاء ليسوا جيل المستقبل هؤلاء جيل غدا غدا وبالتالي هم الجيل القريب هم الأمراء هم الزعماء هم القادة هم الذين سيقودون المجتمع بعد سنوات قليلة جدا جدا ولذلك يجب أن يتم تنشأتهم تنشأة سليمة في المجتمعات الخاضعة للإستعمار المستعمر يتدخل في البرامج يتدخل في المناهج يتدخل في المدرس يتدخل بالمنظومة التعليمية بالكامل لكي تخدم أهداف الإستعمار على حساب المواطن على حساب الوطن على حساب قيمك لأنه هو يريد أن يعمم قيم من عنده على حساب القيم التي عندك وبالتالي هي شكل من أشكال الاستعمار وهذا الذي عملته الانتداب البريطاني في مصر هذا الذي عمله الانتداب البريطاني عندنا وصل الأمر أنه مدرس اللغة الإنجليزية يمكن أن يكون راتبه مبلغه وقدره بينما مدرس الدين إن كان هناك حس الدين أصلاً يعني لو أخذ درهم ولا دينار يكفيه يعني لأنه أصلاً نحن لسنا بحاجة لهذا الموضوع ولا نريده ويريده أن يميزوا وأن يظهروا أن الثقافة الغربية ومعطياتها ومفرداتها تحظى بالأهمية فعملية تغيير للقيم وعملية تغيير بالأولويات عملية تغيير يعني هو يحاول غسل دماء هنا يأتي دور غسل دماء هنا يأتي دور أنه يريد أن يفرض عليك مفاهيم وقيم جديدة واليوم أنا دعني أن أقول لك شيء أنا دخلت للتربية والتعليم وأنا أريد أن أشهد شهادة حق لأنه بعض الناس يظن أنه الخير عنده كل الخير والشر عند غيره كل الشر وهذا كلام غير صحيح يعني أنا لاحظت أنه التربية والتعليم على مدار يعني منذ التسعين منذ دخول السلطة الفلسطينية وهي تعاني من التدخل في المناهج وهناك محاولة قوية جداً جداً للحفاظ على استقلالية المناهج وعدم السماح باقتحام هذه المناهج وأن تحظى بنسبة من الاستقلالية وهذا الكلام ندفع ثمنه دائماً كيف ندفع ثمنه دائماً؟ أنه يذهبون من الذي يذهبون؟ الإسرائيليين ومن يردح معهم في العالم نعم لهم ناس كثيرون في العالم يذهبون للمانحين ويقولون انظروا إلى هذه المناهج هذه المناهج تحرد على العنف على الإرهاب الكراهية تتحدث عن الشهادة تتحدث عن الكدس أين تاريخ إسرائيل؟ لماذا ليس في كتاب التاريخ عندكم تاريخ بني إسرائيل في فلسطين؟ ضيفوا وحدات من هذا الموضوع وهم يتدخلون يوماً بعد يوم كل يوم يزداد حجم التدخل مناهجهم يعني كلها سلام وحب ومودة؟ لا هؤلاء مناهجهم أن تتشبل يعني لا يسمحون لأحد أن يتكلم بمناهجهم أنت لأنه أنت تأخذ من الدول المانحة هو لا يأخذ من الدول المانحة أنت تحت رحمة العالم هو ليس تحت رحمة أحد هو يشعر أنه فوق الجميع خذ على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية كل الاتفاقيات اللي في العالم ترعى في الأمم المتحدة في نيويورك والعالم يوقع عليها إلا أمريكا ترفض أن توقع عليها أمريكا تعتبر نفسها فوق أي قانون الأمريكي لا يحاكم إلا بالقانون الأمريكي وعلى الأرض الأمريكية ولا يجوز محاسبة ولا هم فوق العالم الأما نحن فهم يرون أننا نحن عالم ثالث إذا لم يكن أبعد من ذلك أيضا وبالتالي أي شيء تريد أن تدرس لطلبتك ونحن ننفق عليك نحن ندفع للمعلم نحن ندفع للمعلم نحن ندفع لك ثمن طباعة الكتب أنت تعمل امتحان التوجيه نحن نمو لك المراقبة والامتحانات وندفع لك هذه الأموال وبالتالي يجب أن تراعي ملاحظات التي نأتي لك بها إذا كان هناك حديث عن الكتس يجب أن تزيله إذا كان عندك خارطة ليس فيها إسرائيل يجب أن تضع إسرائيل هناك تفقية سلام ضع إسرائيل ضع إسرائيل نعم لا دكتور هذا يعني هو حقيقة يترجم ويبين ويوضح حقيقة وواقع التدخل الغربي في موضوع المناهج وربط موضوع التمويل دائما في موضوع التغيير والبراجعات دائما ولا شك أننا نخضع أحيانا لتغيير هنا أو هناك أو إزالة وحدة إضافة وحدة معينة على بعض الكتب كل ذلك ليصلوا إلى هدف معين إنه إذا استطاعوا أن يغيروا الفكر غيروا السلوك لأن السلوك دائما وصور طب صحيح هذا صحيح لكن اسمح لي يعني حقيقة بعد فاصل قصير نأخذه لنعود وإياك لاستكمال هذا الحديث الماتع بإذن الله عز وجل أعزائي المتابعين والمتابعات فاصل قصير ثم نعود إليكم فبقوا معنا أهلا وسهلا بكم من جديد نرحب مرة أخرى فضيلة الدكتور ناصر الديني الشاعر أهلا وسهلا بك دكتور حقيقة دكتور وأنت قد تقلت بعض المناصب المهمة والمؤثرة في مجتمع الفلسطيني نائب رئيس وزراء وزير التعليم والتربية والتعليم العالي حتى كانت في وزارة واحدة الآن أكيد هناك تدخلات كثيرة كانت تأتي من الغرب وهناك حملات كثيرة كانت من خلال مؤسسات تحاول أن تفرض نفسها على نظامنا السياسي ونظامنا القيامي من وجهة نظرك ومن خلال تجربة عملية أنت قمت بها ما مدت هذا التأثير وما دور هذه المؤسسات وطبيعة هذه المؤسسات لكي يعلم المواطن حجم وخطورة هذا التدخل الخطير سوف أشير لك هناك مؤسسة ويشرف عليها أناس موجودين هنا في المستوطنات في المستوطنات الإسرائيلية ولهم مركز في الكدس وهذا المركز يزود المانحين والأمم المتحدة وجميع المعنيين بالصراع العربي الإسرائيلي بتقارير شبه شهرية وسنوية أو أي شيء جديد حول المنهج يعني هذا المركز متخصص فقط حول المنهج الفلسطين قاد يعرف يونس نعم يعني هو مثلا يأتي بكتاب التربية الإسلامية للصف الخامس على سبيل المثال يقول لك انظر هنا إنه يقول أن الشهيد إذا مات يغفر له كل ذنبه عند أول قطرة من دم وله سبعين من الحور العين وهكذا هذا يقطع هذا النص ويعلق أنه هذا يشجع على الإرهاب والعنف وهذا موجود في كتاب التربية الإسلامية مثلا بالصف السادس أو الخامس ويبعثون لجميع المانحين هنا يأتي التغذية الراجعة من المانحين إنه هذا النص يعني يعني لو لو تعدلوا لو كذا لذلك أنت عندما ترى طبعا بعد ذلك ستجد تلطيفا ما على بعض العبارات يعني حتى أنه أنت لا تستطيع أن تحذف لا تستطيع أن تفعل ما يريده وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تقف يعني ترفض كل شيء يقول أنا تقديري وهذا كلام كما أشرت إنه هناك ناس غيرين ومخلصين في السياسة الفلسطينية وفيما يتعلق بالمناهج وأنا يعني عندما دخلت كان أبو الحمص يعني هو الوزير قبلي وأنا استلمت منه وأكثر شيء كان يفتخر بي المناهج وإنه هذه المناهج وأنا وعدته إنه سوف تبقى المناهج أنتشبل لن يمسها أحد ولن نسمح لأحد أن يخترق هذه المناهج الإسرائيليين حاولوا يحرضوا الغربيين والمانحين إنه دكتور ناصر هذا جاي ممكن يعمل تغيير بالمناهج أنا أخذت قرار أتيت بجميع الكتب المقررات وفي قاعة الانتظار عندما يدخل أي شخص كل هذه الكتب موجودة على الطاولة وخارطة خارطة العالم وخارطة فلسطين وكل شيء كما هو ولأخر وإنه هذه أنتشبل ومع ذلك هم لم يطمئنون هم في كل يوم يبعثون ويطالبون أن تعمل أنت تغيير والتغيير أنا سأقول لكم أشياء التغيير بعضه وطني بمعنى يمس البعد الوطني والصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي وحقوقك أنه حقوقك في فلسطين يعني وبعضه يتعلق بالقيم يعني وهذا كلهم لسه أخطر أيضا يعني هناك بعض الناس المانحين له أجندة فيما يتعلق بقضايا الجندر والنوع والجنس والمرأة والرجل ولأخره ولذلك يكون درس من الدروس أنه هيب مع أمها في المطفخ وفي صورة يعني تكون في كتاب في التربية في اللغة العربية إلى آخره يتم رفع تقرير لماذا هيب مع أمها في المطبخ لماذا لا يكون الأب في المطبخ لماذا لا تكون هيب مع أبيها في السوق فيريدون تغيير الصورة النمطية حتى النمطية وأنا سأقول لكم شيء وهذا الصراع حول المناهج اسمع مني يعني للأخير أنا تقديري أن المناهج هي المحصلة للصراع الاجتماعي حتى في الدول المتحضرة بمعنى أنه هذا الصراع ليس عندنا فقط على المناهج إنما في كل الدنيا وهم يحاولوا أن يدخلوا هذه الأمور على ولذلك اليوم بعض المؤسسات بعض الناس اللي بدوا تغيير في موضوع المرأة في موضوع الآخر هم يسمون آخر طب الآخر عدو هو يجب أن يكون فيه إتيكيت بالتعامل وما فيه تحريض طب الآخر إحتى البلدي هو يقول لك لا ما لي علاقة جي ما لك علاقة هناك فرق هي أوروبا لما وقعت تحت الحرب العالمية الأولى والثانية كانت تتعامل مع الآخر على أنه أنه صديق يعني وإلا كانت تتعامل معه أنه احتلال وتربي أجيالها أنه للثورة طب مهما كل ظرف يفرض عليك ثقافة معينة مختلفة أنا الآن أعطيني حريتي ولن تجد فيه كتاباتي أي شيء يتكلم عن البعد القومي البعد القومي رد تفعل على الاستعمار وهذا معروف في العالم كله يعني هو يريدك أن تخلي هذه المرة على أي حال هذا الأمر مستمر ولكن أنا الذي أريد أن أقوله أنه كثير ناس ينشغلوا فقط إذا كان فيه تغيير كما قلت لك على صورة بنت وصورة ولد اللي هو اللي بتعلق بالنوع بالجندر بالمكانة المرأة إلى آخره ولا ينتبه للتغييرات التي يريد العالم فرضها علينا أو إسرائيل أو المانحين نعمل تعديلات يتعلق بالصراع العربي وهذا أخطأ الآن المطلوب بين المناهج العربية وليس فقط الفلسطينية أن تحيد كل مصطلحات الصراع وكأنه ما فيه صراع في العالم وإنها تتكلم عن الورد والزهور فقط لا غير هناك مطلوب أنه الآن المدارس التي تكلمت قبل قليل أنه واحد من كل أربعة موجودين في المدرسة ربع سكانك في المدرسة أنت بتدخ المليارات للمدرسة يريدين من المدرسة أن لا تكون مؤثرة لا علاقة لها بالقيم وهذا كارثة أو أن تغير القيم التي تريد أن تدرسها ليس عندنا فقط في العالم العربي والإسلامي كله هذه المنظومة ليست عندنا فقط هذه المنظومة تراكب المناهج في السعودية وتراكب المناهج في اليمن وتراكب المناهج في الأردن وتراكب المناهج في مصر وهذا الكلام ليس جديدا أنا متذكر أنا أتذكر من حوالي ثلاثين سنة قرأت تقرير لأحد استلم التربية والتعليم في مصر زمن الانتدام في بريطانيا ولا أذكر الآن له إسم وحتى التقرير له إسم وخرج بتوصيات معينة أهمها كلها تتعلق بالمناهج وعادة سياق المناهج في مصر وهذا هو المطلوب بدأ في مصر وبدأ وعندنا وفي سوريا وفي كل ما تأتي دولة وتحتلنا تريد أن تعدل بالمناهج ونحن يجب أن ننتبه أن المناهج تخلق الإنسان المنتمي هم يريدون منهج يخرج إنسان لا منتمي ومن أخطر الأشياء اللامنتمي من أخطر الأشياء دكتور هي خطورة الموضوع تاكموا في غسل أدمغة وصناعة الفلسطين الجديد صناعة العرب الجديد الذي يتعلق بأمور الدنيا وشهواتها وملذاتها وينسى أمور البعد الوطني والبعد الأخلاقي والبعد القيامي والبعد المساري أنا سأدرب لك مثال صغير بلغت حساسيته أنه على سبيل المثال درس يكون في لغة عربية على سبيل المثال ذكاء خالد أو بطولة خالد أنه يأتون بقصة حصلت مع خالد ابن الوليد وأنه كيف كيف تمكن بعبقريته أن يصنع قرار معين وهذا تدرس للطلاب بحيث أنه أنت تريد تريد كدوات تؤثر في الأجيال ما في داعي لهذا الدرس لأنه يذكرنا بخالد ابن الوليد أنا ممكن آتي بدك عن الذكاء الفأر ذكي ذكاء فأر تأتيني بقصة عن ذكاء الفأر أنا مناهجي ذكاء فأر أنا قصة مناهجي التي يخرج لها ربع السكان طلبة ومدرسين لذكاء فأر هذا كلام مع معقولة دكتور شو المطلوب هنا يعني الآن لو قلنا العنصر المواجهة الأول في الحفاظ على هذا الحصر هو المعلم نعم ثلاث أطراف حتى لا نلطم ولا نبكي وبنفس الوقت لا نخاف ولا نستسلم هناك ثلاث أطراف كل واحد عليه مسؤولية الطرف الأول القيادة السياسية في البلد من كل الأطراف والأحزاب بما فيها السلطة بما فيها المعارضة بما فيها يجب أن يكونوا متفقين على أن المناهج خط أحمر وإنها مستقبلة مستقبلة لا مساس ايه وما في داعي ما في داعي إننا نتلاوم ونهاجم بعض وبالتالي أنا عندما أتكلم عن المناهج من أكبر أخطاء إنك تهاجم وزير تربية التعليمي يا أخي مشيك روح وقف إلى جانبه يعني ادعمه ناصره لكي يستطيع الصمود مش موضوع مناكفي موضوع تعاون مش موضوع مناكفي موضوع أم موضوع مستقبل أجيالنا أنا القضية ليست قضية الراتب ولا قضية صراع على 5% وقف 16% أنت تتكلم عن مستقبل أجيالك مستقبل أمتك ولذلك أولا القيادة السياسية يجب أن تكون متكاتفة ومع بعضها البعض ترفع سقفة تقلل سقفة ولكن يبقى بدون مناكفات بينية أنا ضد مسألة المناكفات ثانيا غير القرار السياسي والذي يجب أن ندعم به وزارة التربية والتعليم البعد الثاني العلاقة مع المانحين أنه يجب أن نكون نحن أيضا واضحين مع المانحين أنه إحنا لنا حريتنا واستقلالنا وأنه هذه الدعاية الإسرائيلية غير صحيحة وتعالوا أنا قلت لهم أنا من الأشياء التي تعاملتها عندما كنت في الوزارة أتيت بالمنهج الإسرائيلية وأي واحد يأتيني من العالم من المانحين أعرض عليه المناهج الإسرائيلية شوف شوف المناهج الإسرائيل الخارطة لحتى الآن في إسرائيل تشمل سوريا ولبنان مناطق في سوريا وفي لبنان لحتى الآن التي يدرسوها على الكتاب الجغرافية والتاريخ عندهم أنت بتتكلم عني أنا 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 الآن في بعض الكتب دخلت اتفاقية أسلو بالكتب يعني يعني الآن الواقع الفلسطيني من كثر التساوك أنه حتى اتفاقية أسلو دخلت في المناهج هؤلاء حتى هذه اللحظة لم يدخلوا كلمة واحدة إنما لازلت الخارطة تشمل مناطق في سوريا وفي لبنان وإلى آخر اثنين لازالوا في كتبهم يتكلمون نحن الفلسطينيين أتينا واحتلين البلاد ثالثا رابعا خامسا إسرائيل فيها شيء أنتم لا تعرفونه أنه نسبة هائلة من التعليم ليس حكومة ولا يعترف بالمناهج الحكومية والحكومة لا تتدخل بهم الحكومة تتدخل فقط بشيء واحد تمول المدرسة وهذه المدارس تخرج متدينين وأولادهم وهؤلاء بنسبة عالية جدا في المجتمع الإسرائيلي ولا أحد في العالم يتكلم ولذلك يجب أن يكون عندك دورك قائد سياسي أن تأتي بهذه المناهج عندما يتكلم المانح كله انظر انظر ماذا في مناهجهم تعال نعمل نعمل توازن نعمل تعد الأمر الآخر المعلم شوف عبر التاريخ كله كما قلت لك كل سلطة محتلة تأتي تتدخل في المناهج نحن كنا تحت انتداب بريطاني ثم تحت الاحتلال الإسرائيلي طيب وخرج الثورة خرج الثورة هل استطاعت إسرائيل أن تؤثر فينا هي مناهج حاولت تتدخل في المناهج وتعدل وتحذف وإلى آخره الآن استرع في الكدس على المناهج في الكدس ولكن الوقت القليل يعني ما أستطيع أن أدخل في كل شيء تحدثنا عن هذا في حلقة مستقلة جميل الآن ما الذي كان يعني يستطيع أن ينقل القيم المعلم المعلم نحن عندنا ما نفتخر به أن المعلم رغم المعاناة وأنا أشهد أنا أشهد أن المعلم يتعرض لمعاناة كبيرة جدا وأنه لم ينصف حتى هذه اللحظة أنا هذه قناعتي إنه بحاجة لمن ينصفه المعلم ونقف جميعا معه يجب أن نقف جميعا معه لأن هذا أمين أمناه على أولادنا أمناه على مستقبلنا كينا من يكون المفروض المفروض وهذا إن شاء الله يتم تغذيته أكثر وأكثر موجود عند المعلم ولكن نريد تغذيته أكثر وأكثر أن يكون هناك اهتمام كبير جدا بأجيالنا إنه افرضوا أنه فيه سطر سلبي في المناهج دعك منه ولكن هناك مئة سطر إيجابي تتكلم عنه وبالتالي مفعول المناهج يمكن معالجتها أيضا من خلال المعلم والأمر الثالث من خلال أولياء الأمور سأقول لك شيئا عبر التاريخ البشري كله ورغم كل حملات الاستعمار في العالم الأسرة الأسرة هي التي حافظت ونقلت ولذلك يقولون أن الأسرة هي الناقل الحضاري وليست المدرسة الأسرة المدرسة تتعرض لرغبة الحاكم الحاكم يقول في الكتاب ما يشاء وطني علمني أن حروف التاريخ مزورة حين تكون بغير دماء الذي يكتب التاريخ هو المنتصر صحيح والمنتصر هو من يحكمني وبالتالي هذا تضليل ما الذي كان يحفظ الأمة عبر التاريخ العائلة الأسرة وبالذات الأم وليس الأب الأب جميل ولكن الأم والأم مدرسة إذا أعددتها أعددتها جيلا ولذلك دائما هذه المهمة أن الأسرة اليوم أنا بعدت الهدى على المدرسة أنا عندما يعودوا أولادي المفروض للناس الملدى خدتوه أشوف الكتاب البيت يجب أن يكون لها تأثير هو متابع ولذلك الأسرة أنا مرة ثانية مرة ثانية نريد للأشياء أن تكمل بعض يعني أنا بدي المعلم أنا بدي القرار السياسي موحد في مواجهة الضغوط والوقف السبب منع ونريد الأسرة ثلاثة عناصر إذا تدخلت مع بعضها البعض يمكن أن نظهر ونستمر نعم دكتور يعني الكلام حقيقة عميق وكلام واضح وبحاجة إلى أداء وفعل أنا أشكر لك حقيقة يعني هذه المعلومات القيمة وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم والمهم جدا موضوع القيم وموضوع المناهج وكيف تؤثر في البناء وكيف أن أعداءنا يعني يبحثون حتى عن أنعاص غر الأمور أشكر لك لكي تطمن أنت الناس حول موضوع المناهج وحول المدارس أنه مهما أنفق مهما أنفق لن يستطيع أن يغير شيء في قيم هذا المجتمع ولا في المستقبل القادم نتذكر الآية الذين كفروا ينفقون أموالهم فسينفقون نعم أنا ما في نقاش يعني نحن عندنا عناصر قوة وهذه العناصر يعني مستمرة إن شاء الله والمستقبل الله بارك الله فيك جزاك الله خير ونفع الله عز وجل بك شكرا لك على ما تفضلت به أعزائي المتابعين والمتابعات إذن لابد أن نحرص على مناهجنا والحفاظ على المناهج التي هي تؤثر في بناء أدمغة أبنائنا وتصنع الجيل المستقبل هذه بحاجة إلى تكاتف كل المنظومة الموجودة النظام السياسي بكل مكوناته المعلمين وأيضا لا بد من وجود الأسرة ذلك الحصن المنيع الذي هو يشكل خط الدفاع الأهم في عقل وفكر وقيم أبنائنا وأجيالنا أشكر لكم حسن متابعاتكم ولأن ألقاكم حلقة جديدة برنامجكم حصون آمنة أستودعكم الله في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته